يعيشو الكلب ذو الطوق الأحمر في آخر الشارع سيتم التبرع بكل الحواسيب في هذا الطابق قال كارل بأن الإنفلوانزا التي حلت به كانت من الأسوأ على الإطلاق كل من يهمل الدراسة يواجه صعوبة في اجتياز الإنفلوانزا كل من يحب التنزه والمشي الطويل سيحب سويسرا اشترينا منزلا بقرب منزل أقاربي السنة الماضية أقلعت الطائرة والتي تم غسلها للتو أخيرا وبعد ثلاث ساعات من التأخير تحتاج السيارة التي حصل عليها في عيد ميلاده إلى بعض التصليحات نحن في المكسيك بمناسبة يوم الأموات والذي يعد عيدا كبيرا الوجودية فكرة فلسفية لم أفهمها جيدا قط الكثير من الناس يذهبون إلى ذات الحانة التي كان يرتادها دارون التعلم عبر الإنترنت والمتوفر بأسعار معقولة يلقى الآن اهتماما لم يلقه قط تحب الهرة التي وجدتها في الشارع البقاء في المنزل نحب المشي الطويل وركوب الدراجات في الجبال لدي ثلاثة كلاب وهرتان ولا زلت أبحث عن مزيد من الحيوانات الأليفة كي أتبناها من بعد إذنك خذ سترتي وعندها سنقوم اليوم بشراء أريكة وطاولة قهوة جديدة أحبت هي الفيلم والكتاب تحتاج المغاسل والمراحيض إلى تنظيف يحتاج الصبي إلى قصة شعرين وملابس جديدة تحبت أنا وأمي للتسوقي وتناولنا غداعا نذيذا في هذا البيت مسبحون وجاكوزي ويمتازوا بإطلالة رائعة على الوادي بإمكانك الحصول على الماكرونة مع الجب أو الهوتدوك أحب الطماطمة والأفوكادو في السلطة هل تعتقد بأنها ستحب الفيلم أم الكتاب؟ نريد منزلا ذا مسبح وإطلالة جميلة إنها فتاة نطيفة ولكن لديها الكثير من الأوشام إني أحب الكلاب لكنها تنثر شعورها في كل مكان كان نص الفيلم جيدا ولكنه كان طويلا جدا لا تعير كالقطط الكثير من الاهتمام لكنها حيوانات أليفة جيدة غرفة الفنق هذه صغيرة جدا لكنها ذات سعر معقول أردت رؤية برج إيفل ولكن لم يكن لدينا الوقت الكافي أدت السيارة أداعا جيدا ولكن سياقتها لم تكن مريحة ترجمة نانسي قنقر